أو كما قال أحمد ميكي مهند تاني؟ ده مهند تاني وثالث ورابع منورنا يا مهند مهند حسني ده بقى مهند بتاعنا بتاع المصريين إزايك عامل إيه؟ ده أخبارك كله تمام؟ كله تمام أولا أنا بتشرف أن أنا موجود بحضرتك العفوة قلش كده ده إحنا اللي مبسوطين وفرحانين خصوصا لو أنا قاعد عمال بتفرج على المشهد ده زنزانة كان التووس التووس ومحكوم بالإعدام خلاص آه تعدم خلاص وكان هذا الرجل بعيد عن الطريق إلى الله بالزبط ده حمد في التووس طول الوقت بعيد عن ربنا عمل جرائم كتير في حياته إلى أن بقى شاء ربنا أنه هو يلتزم بدخول السجن قابل شخص هو اللي بدأ يغير قناعاته بعد وقعه في مشاكل كتير جدا في حياته وهو أجرم فيها قابل الشخص ده بدأ يغير بفاهيمه واتجاهاته ناحية ربنا ده كان أول كلام بيقوله لربنا في المشهد ده فيعني من الحاجات اللي أنا كنت سعيد جدا إن أنا بعملها إيه اللي كان بيدور في مخيلتك وإنت واقف بتعمل مشهد بتاع بني آدم نفس إنسانية بكل بقى ما تموك بيه من مشاعر وعواطف كانت في الإلحاد فذهبت إلى الإيمان وهو عارف إنه هيعدم أنا أعجبني كل التعبيرات أشكرك جدا وحاسسها جدا والله أنا بالنسبة لي أنا بعيش كل الأول لحظة من أول ما يبقى عنده وعي يعني أنا بعيش البني آدم اللي أنا بجسده من أول مرحلة وعيه أول ما يبدأ يفهمه عند 4 سنين 5 سنين يبدأ يستوعب الحاجات اللي وصلته لدي لأنه هو أكيد بيمر بمراحل في حياته كتير جدا لازم أنا أعيشها قبل حتى ما أبدأ أذاكر الاسكريبت أنا خلاص قريت الاسكريبت أكتر من مرة أعدت مع المخرج والمؤلف بدأت أفهم التفاصيل كلها بتاعت الشخصية هنا أبدأ أحضر لحياته اللي وصلته لده لأن فيه أحداث بتحصل قبل المشهد ده فلازم أكون حاسس كل جملة هو عاشها المشاهد اللي بتدور في خياله طول الوقت عشان لما أجي أكلم ربنا بطريقته هو تكون وصلاني وأكون أنا مصدقها على قد مقدر عشان الناس على قد متقدر أنها تصدقها فده اللي بحاول طول الوقت أعمله في كل دور يعني فكان بالنسبة لي حمد